بعد كورونا حاجات كتير جداً اتغيرت مش بس في مصر على مستوى العالم وإحنا يمكن النهاردة بنتكلم عن الدفع الإلكتروني والتحول إلى اقتصاد رقمي ومهم نعرف إيه اللي اتغير في هذه المنظومة إيه اللي اتغير من البنوك ومقدم الخدمات ويمكن كمان الشركات اللي بتقدم الحلول أو حلول الدفع الإلكتروني للبنوك والمؤسسات إيه اللي اتغير في شكل منتجاتها وفي طبيعة هذه المنتجات اللي يمكن حتى بتقدم لها للشركات والمؤسسات أو للأفراد اللي أستاذ أحمد جابر يجيب آه الحقيقة فيه أمبريلا أو فيه شمسية اسمها استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي عن طريق دولة حطتها أن سنة 2030 أن الدولة كلها حتكون مشمولة في الشمول المالي عشان توصل وتقدر تنفذ الاستراتيجية دي لازم المنتجات اللي النهاردة البنوك بتقدمها فيه منتجات موجودة المنتجات دي تتحول أن هي تبقى تتقدم بطريقة إلكترونية وإحنا شايفين تصارع كبير جدا وأديك مثال مثلا البنك الأهلي النهاردة بتقدر تطلع الكارت بتاعك الدبيت كارت من الفروع الإلكترونية بتاعته في نفس الثانية وإنت واقف هناك تقدر تطلع فيه مكانة معينة بتطلع الكارت وإنت واقف وإنت واقف فدي خدمات النهاردة كان البنك بيقدمها قبل كده كنت بتقعد فترة عشان تاخد الكارت بتاعك لا بس يعنيش النهاردة لما الكارت بيضيع منك أو بتطلب تغيير الكارت من البنك بتقعد كذا يوم ممكن تقعد كذا يوم على حسب الخدمة بتاعت البنك وعلى حسب السرعة بتاعت البنك أنتم كافيزا ما بتدخلوش في مسألة توصيل طبعا لا التوصيل اللي هو فيزيكال دوة طبعا شركات تانية هي اللي بتوصل أو بتاني مش مسألة التوصيل يعني وقت اللي بيستغرقه الخدمة طبعا النهاردة أنت تقدر مش بس أنك تطلع الكارت البلاستيك دوة وإنت واقف النهاردة فيه حاجة اسمها ديجيتال بروفيجينيج أن النهاردة لو أستاذ إسماعيل قاعد في البيت وعايز يطلع كارت بتاعه التكنولوجي دي هات موجودة والتكنولوجي دي إحنا بدأنا ندخلها مصر قريدي عن طريق الفينتكس اللي موجودة وعن طريق البنوك اللي موجودة النهاردة حضرتك لو عايز تطلع الكارت بتاعك ديبيت كارت تقدر عن طريق الأبليكيشن تدخل تطلع الكارت بتاعك الأبليكيشن متاع البنك الأبليكيشن متاع البنك يقدر يطلع لك كارت فيزا عليه اسمك وعليه كل معلوماتك وكل حاجة تقدر تعمل بيه أونلاين ترانزاكشن ده مش ممسوك في إيدك ده موجودة ده ديجيتل بس كمان تقدر بعد ما تعمل بيه ترانزاكشن زي تقدر تقفله تقدر تقفله طبعا وتقدر كمان بعد كده انك تطلب ان الكارت ده يجيلك على البيت بلاستيك فانت وصلت بمرحلة انك تقدر في نفس الثانية تطلع الكارت استعملها على الإنترنت وصلت بمرحلة انك تقدر في نفس الثانية تطلع الكارت ده وتروح بيه على أي ATM وتطلع بيها فلوس تقدر بعد كده تحط عنوانك ويجي لك الكارت ده بلاستيك دي من أحد الخدمات